اشتركوا في القناة من سامحكم من سبنا لعدم معرفته أو لشك ما أو لشيء والله سامحته واللي لديه حساباته بينه بينه بالمدهة اليوم كما سمعتوا أن الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون أعلن رسميا عن نقله إلى ألمانيا تذكروا جيدا أنه يوم 24 أكتوبر عندما تم الإعلان على أنه دخل لمدة خمسة أيام في حجر سموه حجر الصحي طوعي رغم أن هذه كلمة طوعي هذه أدخلوها ففضحت الكلمة كنت ذلك وقلت لكم كل الاحتمالات تقول بأن الرئيس مصاب وبعد ذلك جات معلومات وقلت بأن الرئيس مصاب ولكن هناك تكتم على وضعه الصحيح وطبعا من حيث المنطلق نسأل الله تعالى له الشفاء ولكل المرضى الشفاء وإن شاء الله يعود سالم معافى إلى أرض الوطن هذه لجب أن نؤكدها منذ البداية هو رئيس بلادنا وإنسان وكل إنسان يمرض وليس عجيب أنه مرض البعض الناس يتعجب كأنه مرض يا أخي هو بشر يمرض ونحن نمرض وقد هو يتعافى من الكوفيد وربما مصاب عفونا الله وإياكم ونموت بأبسط الأشياء أقول بأنه نتمنى له الشفاء العجل حتى ما واحد يجيه ويفسرنا ويأولنا ويبدأ يخلط ويجلط ويقول في الكلام الذي ليس له معنا من حيث المبدأ نتمنى له الشفاء العجل الآن نحن نتحدث عن مشكلة تعامل السلطات مع هذه الجائحة وهذه المصيبة التي حدت هذه المشكلة لأن السلطة عندما تخطئ في التعامل مع وضع مثل هذا ستضع كثير من علامات الاستفاد وستدخل البلد في كثير من الشبهة منذ البداية كانت من المفروض السلطات الرئاسة تعليل أن الرئيس أصيب بالكوفيد وكل المعلومات وأقول لكم أنه إصابة الرئيس بالكوفيد قبل مجلس الوزراء وأنا شككت فيها وقلت لكم المعلومات التي عندي تقول أنه مريض وأنه مصاب ولكن كانت هناك التحليلات عن المحتويات ولكن كل المعطيات تقول بأنه الرئيس أصيب لو كان الرئيس لم تظهر عليه الأعراض وبشدة لأعقد مجلس الوزراء لأنه عن طريق اجتماعه عن طريق الكاميرا يعني ما رح يدخل عليه حد يدخل عليه غير اللي رح يجهز له الكاميرا يعمل كل الإجراءات الوقاية ويجهز له الكاميرا ويحكم على الوزراء ولكن الرئيس كان لا يستطيع أصلا حتى أن يجهز الرئيس المعلومات تقول بأنه عنده داء السكري ولكن بليكم بريمي مشو بلنسو أيضا عفواً أيضا الرئيس يدخن بشارها واللي يدخنه ونعرف بأنه عندهم دائما مشكلة في الصدر الرئيس عنده أيضا قرب على 75 سنة يعني السن منتاعه معرض إلى هذه الأشياء كل هذه المعطيات تقول بأنه هذا الكوفيد يشكل خطر على الرئيس السؤال المطروح كيف وصل الكوفيد للرئيس هل رئاسة الجمهورية لم تكن لها إجراءات؟ انشفناهم في الرئاسة الفرنسية في كثير من الدول هناك إجراءات شديدة ومعقدة للناس الذين يعملون في الرئاسة أو في قصر الحكم أو قصر الإمارة أو أي شيء تجري عملية خضوع كل شخص كل موظف يكون قريب من الرئيس أو الملك أو الأمير أو غير ذلك لإجراءات صحية الرئيسة المعلومات التي لديها تقول بأن الرئاسة الجزائرية كانت تتخذ هذه الإجراءات إذن كيف وصل هذا الكوفيد للرئيس الجمهورية؟ هناك معلومات تقول أنه وصله عن طريق فرد من عائلته ويتمثل في ابني ابني أصيب بالكوفيد دخل رئيس الجمهورية حتى ابنه لما يدخل عليه في مثل هذه الجائحة يخضع إلى الأجراءات الوقائية حتى عائلته إذن كيف وصل هذا الكوفيد للرئيس؟ ترامب أصيب عندما أصيب أعلنوا بأن المستشارة الفلانية وأظهروا صورها هي التي نقلت الكوفيد للرئيس لماذا هذا الغمور؟ الإعلان هكذا أعلنوا بسبب إطارات سامية في الحكومة وفي الرئاسة وفي الحكومة أصيبوا منهم هذه الإطارات السامية؟ يعني رهوا عدد المصادر تقول أكثر من عشر موظفين معناها أن هذا الوباء ضرب رئاسة الجمهورية وضرب رئاسة الحكومة أو رئاسة الموظفين الوزير الأول ظهر معناها لا غير موظفين إذن الإشكالية كيف وصلة؟ هناك لا مبالاة هناك إهمال أمر الآخر أن التعامل مع هذا الخبر أو هذا المرض الرئيس جرى التعامل معه بالطريقة البوتفليقية الرئيس يدخل في حجر صحي طوعي هذا اللفظ طوعي اخترعوهما بعد ذلك تخرج تغريدة من تويتر باسم الرئيس يقول بأنني أطمئل الجزائريين وأنني مارس في مهام نفس ما كانوا يقولوه على بوتفليق بوتفليقة كان هو راقت في جناب ولا راقت في فالدوغراس هو ما يقولوا يمارس في مهام وجوه وزراء يقولوا عنده الذكاء انتعوا أذكى من الجزائريين الممارسات بوتفليقية ذا نفسها الجزائر مقبلة الآن على استفتاء الرئيس كان يراهن على أنه يدشن المسجد ولم يدشنه لا دشنه بوتفليقة ولا دشن الرئيس إذن كيف وصل هذا الوباء؟ هذا سؤال الأمر الآخر أن الإشكالية في التعامل كان من المفروض بيان رئاسة الجمهورية تقول بأن الرئيس ظهرت عليه أعراض الكوفيد والأطباء نصحوه بالعلاج قالوا بأنه راهوا قاعد يمارس في مهام معادة بعد خرجت المعلومات أنه مشارعي النعجة أنا اتصلت بأصدقاء أعرفهم في النعجة قالوني لم تظهر أي علامات توحي بوجود شخصية مهمة في عين النعجة باستثناء وجود جنرال وبعض العقدة مصابين بالكوفيد والجنرال يقولوا بأنه في وضع صحي سنة هل دخلوا ومباشرة بعد ذلك حولوا؟ الله أعلم بعد ذلك هي بدأت تخرج المعلومات بأنه احتمال ما راحش للعين النعجة هم يقولوا نقلوه لألمانيا نحن من المفروض بدأنا جمهورية جديدة هكذا قال الرئيس شفاه الله وعفاه بدأنا جمهورية جديدة لماذا هذه الممارسات المتفلقية؟ لماذا هذا الإعلام البائس هذا الإعلام الرئاسي انحضر إلى هذا المستوى؟ الآن لن يثق الجزائريون أصلاً الآن في الإعلام الرسمي من المفروض جاتك هذه الجائحة قدر الله ما شاف علينا المشكلة أن الرئيس يصبقه فيه هذا وباء عالمي الرئيس الأمريكي أصيب به وبث حتى صوروا كان داعجوا غرد قريب يرسلهم للناس يبعث لهم براوات يقول لهم راني بخير وما قالوا في ألمانيا أنا خايف بعدين يظهر في روسيا ولا يظهر في المزنبيق ولا يظهر في بلاس أخرى لا لم نعتعد هناك ثقة أصلاً ثبت عليهم الكذب في الأول قالوا بأنه في حجر صحي مارس في المهام وهو أنت في 24 مارس في المهام في 27 أو في 28 قلت نقله العين ناج اللي في 27 البارق قالوا نقله العين ناج اليوم قالوا الألماني يعني ما قلت لا تمتش حتى الخمسيات اللي تقول عليها طوعي إذن هناك كذب الرئاسة تكذب على الوضع الصحي أنا من حقنا نسئل ماذا حدث لرئيس الجمهورية ما الذي حدث لرئيس الجمهورية هل حقيقة أصيب بكورونا أنا اليوم يتصل بي شخص من أحد الدول جزائري قال بأنني أشك بأن هناك محاولة انقلابية أنت تفتح القراءات الكل ولا لوم ولن تلوم الجزائريين إذا كانت سألوا شكوا في هذه الحالة ما يتلوم همش ما يتلوم همش خلاص إذا كذبوك وشكوا في هذه الحالة أنت من المفروض من المفروض الرئيس اكتشفته أول حاجة يجب أن يفتح هناك تحقيق كيف أشو صل هذا وتعلن أن الرئيس أصيب بالفيروس تم نقله إذا كان ولده نقله له أين العيب إذا كان زوجته نقله له أين العيب إذا كان واحد قريب وإذا كان مسؤول نقله له المسؤول الفلاني أو الشخص الفلاني كان مصاب ولم تظهر عليه الأعراض يبدو أنه هو اللي ينقله للرئيس وتكون الأمور واضحة الرئيس لو دخل الحجر صحي راه هو مرهق شوية يجب أن يتعافى راه تم نقل العين نعزى من أجل والآن راه تحقيق الزقية الآن لن نصدقكم في شيء لن نصدقكم لأنهم هناك كذب واضح رئاسة الجمهورية تكذب على الجزائريين أين؟ مثلما كانوا يكذبوا في عهد بوتفريقة بوتفريقة في فالدوغراس هم يقولوا روي خير تخرج مراسيم في الجزائر تتوقع باسم الرئيس وهو في فالدوغراس وبعد ذلك يروح الجناف والرئيس بعد تظهر سيارته الطائرة انتعوا هناك ويصوروها ويوحد المصرحيات عبثية بمعنى الكلمة الرئيس أصيب بالكوفيد أين المشكلة؟ أنتم تريدون فقط تمرير هذا من المفروض هذا الاستفتاء يتوقف هذا الاستفتاء الدستوري لهذا الدستور قنبلة على الجزائر أولا كما قلت لكم مرارا تم اختياره بطريقة عبثية أخطاء فيه كثيرة كثيرة جدا سوف أحدثكم ببعض الكوارث اللي في هذا الدستور سوف أحدثكم في تسجيل إذا سمحت الظروف الآن وإذا ما كانش نحدثكم فيما بعد كوارث من حيث الشكل من حيث الموضوع من حيث المحتوى من حيث الظروف من حيث طريق التمرير وجابوه في وقت كورونا اللحظات اللي قرر استفتاء وانتهت الحملة الانتخابية الرئيس في ألمانيا راقد على فراش في وضع صح الله أعلم رئيس الأركان عادي يدير في الحملة الانتخابية لصالح الدستور وزراء عبث في عبث هذا يقول لهم اللغة الفرنسية وهذا يقول لهم كذا وهذا اللي ما عجبتوش الحال يخرج من البلاد يقدر البلاد يبدل البلاد ورحنا في واحدة العبث هذا الدستور لم يسع كانت الرئيس تبون لديه فرصة ذهبية فرصة ذهبية بمعنى الكلمة أنه يكون له يستعيد يكسب حتى كثير من الأصوات التي لم تذهب إلى الاختراف الآن هو أصلا الناس اللي يمشوه في المصار اللي يمشوه في المصار الدستوري أولا للثقة في الجيد صالح في وجوده وثانيا أنهم آمنوا بقضية أن المصار الدستوري هذا من قسمه الأكثرية تقول لا للدستور أنت الجبهة التي معاك فشرتها بهذا الدستور اللي كتبه أحمد العراب أحمد العراب لها من تخبه حي ولا تخبه الشعب ولا أعطاله مشروعية الشعب جد عينته جبدلك الدستور كتبه باللغة الفرنسية وبعد رحت وترجمته العربية وكان قدمه إلى بوتفلقة وتمرفل زادله شوية بقت بعد كما يقاله البهارات إذن المشكلة يا إخواني الكرام أن هناك عبث كبير أنت الآن الرئيس يرقد يرقد في ألمانيا إن صح أنه في ألمانيا إذا ما فاجأوا أناش بحواجة أخرى لاحقا أهراه في ألمانيا وأنت رح تفوت لي دستور دستور جبهة جزائرية رفضة الآن الجزائريين في ظروف كورونا الكورونا اللي وصلت رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية في ظل هذه التحصينات أصيب الكورونا راهوا راقت في الفراج أكثر من نص المرضى في الفراءة الجمهورية والحكومة راحوا ومرضى بها العين النعجة مليانة كل هذا يحدث وانت جاي الآن تعمل لي استفتاء وتخرج الجزائريين الآن الرئيس الفرنسي الآن اخطب رجع فرنسا إلى الحجر السحي لأن هناك كارثة قال لك إذا لمشينا شيئا راح نفقد أكثر من 400 ألف مواطن فرنسي وانت الآن جايب لي دستور ما هي الضرورة لهذا الدستور يجي واحد يقول لك الدستور هذا سيؤسس إلى مرحلة مكافحة الفساد كان الجيد صارح كل يومه وزراء وجنرالات يهبطهم الحبس ويصدر لهم الأملك نتاعهم والدستور ما كافح يعني العدالة باش تكافح الفساد تحتاج إلى الدستور هذا على من تضحكون يعني أن الجزائر تعود إلى النوفمبرية والبيان أول نوفمبر وكذا وكذا ورنة دسترنا بيان أول نوفمبر كلام فارغ كله ضحك على الضقون كله يضحك على الجزائريين فقط لأن هذا الدستور دستور تخدم هنا ولي صالح هنا فرنسا واضح وتكتب بالفرنساوية وبعد ترجموه خلينا من أمامهم علش تعبثوا بالجزائر أنت الجزائر دخلت ناظ حراك شعبي تاريخي هذا الحراك الشعبي بتلاه ربي ببعض الواجهات لم تحسن تسيير هذا الحراك الجيش الوطني الشعبي في عهد القيد صالح مشافي مصار مشرف بمعنى الكلمة رحل القيد صالح إلى ربه بلا ربي خلفوه ناس خرين انقلبوا على هذا المصار إلى حد كبير الآن الرئيس في مستشفى وجزائر مقبل عن تخبات وزير الأول يفتتح في مسجد يعني والله يا جماعة هذا كل عبث في عبث هذا عبث في عبث كيف بالإمكان أنا نقول هاركم بكل ورود أنا لست ضد الرئيس تبون باش نقوله من الآخر نجيب هاركم لست ضد الرئيس تبون أنا مشيت في مصار الانتخابات أيت هذا المصار وبعد ذلك أصفر هذا المصار على انتخاب الرئيس تبون مات القيد صالح الذي كان الضامن بعد الله تعالى إلى هذا المصار تمنينا أنه الناس يفقى المصار الذي رسمه القيد صالح ونزيد نعطيه ولأزيدكم من الشعر بي من مصدر كان في قريب القيد صالح ماذا قال لي القيد صالح كان ضد أول حاجة ضد أنه يكون دستور بعد مباشرة الانتخاب تبون كان يطالب مباشرة حلوا البرلمان وحل مجلس الأمة وقال لهم بالحرف الواحد هذا هو البرلمان وهذا مجلس الأمة يتحلوا وولي عليه فساد ما تعادش تحتاج إلى رفع الحصانة هز جدوا ديراك للحبس هكذا وبعد ذلك يجي مرحلة دستور هم قلبوا الآي جابوا الدستور فوتوه على برلمان انطعوا لصوص أو الرشوة والمحسوبية أكثرهم أكثرهم وبعد ذلك دخلوا في مواجهة مع الشارع لم يجدوا إلا أنهم يصنعوا صفحات في الفيسبوك وكذا وكذا ويسبوا في الناس ومش يعارف واش الناس اللي رافعوا اللي كانوا يرافعوا للعهدة الخامسة هو ما الآن جبهة التحريد جبهة التحريد هي نفسها نفسها ما تقول لي جالبعجي هذا معناها هاريت غيرت هذا البعجي من العصابة كانت في جبهة التحريد وبعد ومان بيراندي كل النال أحزاب والتشكيلات اللي يتصفق وطبل للعصابة بنقبل هي الآن اللي يتطبل لهذا الدستور كيف هذا الدستور راح تكون عنده مصدقية لدى الجزائريين كيف كيف راح تكون عنده مصدقية للجزائريين أنا احنا طالبنا الجزائريين أنه لما نطلقوا ثقة في المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية تعهدت تعهدت أنه يتواصل مكافحة الفساد أن العصابة متعودش أنه الرئيس يجسد مطالب الحراك الشعبي ويذه الأمور وينهوما هذم كله أين هذا أنا أعتقد بأن الأمر راح في مسارات أعود بالله مسارات غير طبيعية نهائيا والآن الرئيس يصاب بكورونا كل المؤشرة والله أقول لكم شغل شخص بسيط جدا جزائي وكبير في السن تواصلت معاه قل لي والله ما صدقت الرواية هذا أشياء أيب كبير قال لي ما صدقتش قال لي يا ابني راني هذه الرواية والله ما صدقتها الرئيس راه مريض وراه وريكت إذا كان هذا شيخ ما قراش مسكين أمي وما صدقت أنتم على بيلكم باللي تكربوا عن الجزائريين الآن أنتم كذبتم يا مسؤولي الإعلام من المفروض إن شاء الله يرجع الرئيس ويتعافى من هذه المحنة الصحية أول شيء من قراري ديره وشي ديره يقيل كل المستشارين الإعلامي يقيلهم كامل يرجعوا الدياره حتى الحكومة حد لم تكن في المستوى المطلوب روزراء الليدال الحملة الانتخابية لصالح الدستور كارهة والله أساء للجزائريين وأساء للدستور وأساء للرئيس إذا كان الرئيس راضي بالشيء هذا نحن نظر كما نقدرش نحكم عليه هذه الأيام راهوا مري لكن إذا كان رجع حي وذكن إذا كان توفي أنا لن أستبعد أقول هالكم كلمة لن أستبعد أنهم يفوتوا الدستور يعلنوا عن نتائج أن الدستور نعم يقول لك 56% ولا 57% قالوا نعم نسبة المشاركة 57% 88% قالوا نعم وبعد ذلك يصدم الجزائريين مباشرة أن الرئيس لا قدر الله أنه تبفي مروا الدستور وأدخلوا الجزائريين في دوامة أخرى آه خلاص ويحم المجلس الأمة وبعد ذلك الروح الانتخابات الرئاسية ترسيحات جديدة واجهات جديدة وتتخلط لا أستبعد لا أستبعد أبدا أو أنه يقولوا أن الآن بعد الرئيس راه في وضع صحي راه في وضع صحي سيء لازم له يأخذ نقاح الآن شوف عندي جارتي فرنسية أصيبت بهذا الوضع وماشي كبيرة في السن ضربت أشهر في المستشفى ورجعت والآن راحت رح تقعد أشهر بواحد آخر فقدت حاسة شم وفقدت الضوء وفقدت كل شيء وما عندهاش أمراض مزمنة كبيرة حاجات خفية هذا الوباء مش سهل وما تقول ليش أنه كاعد رئيس دولة يدوه له الألمانيا معناها يلقلوا العلاج ما كانش علاج هذا الوباء ما عندهش علاج العلاج في مناعة الإنسان إذا كان عنده مناعة قوية رح يهزم هذا الكوفيد إذا ما عندهش مناعة قوية يقضي علي الشيء الوحيد اللي رح يديره له هو التنفس الصناع واش رح يديره الألمانيا رح يديره عندهم الألمان دوا هاي رح يدخلوا الحجر عندهم الدوا هلاش هذا العبد لماذا هذا العبد كان بالإمكان فرصة أصابه دا يقدر الله ما شافى على الله رح نعترض على أمر الله نعترض على أمر الله خلاص من المفروض الآن من المفروض الآن أنه يخلوا الجزائرين يروحوا يقولوا يقول الدستور روحوا يقولوا لو بعد يعني أن الجزائرين يرفضوا الدستور ويطوروا علينا أو أنه يصدر قرار أو مرسوم هما سهلين قادر يقولوا الرئيس دار يخي تقولوا رهوا لا بس رهوا في كامل خلاص تقولوا ديرنا مرسوم بالرئيس ألغى للاستفتاء لأن الظروف غير موات يعني صابت رئيس جمهورية والرئاسة مقلوبة على رأسها بالفيروس تقرونها وتقول لي رح نروح للاستفتاء إذن الاستفتاء ما يهمش الرئيس ما يهمش الرئاسة يهم جهات أخرى لبس عليها أوقف هذا العبث أيها المسؤولون في الجزائر أوقف هذا العبث هذا لن يكون في صالح رانا رجعنا إلى ليمات اللولة رجعنا الفطرة فيفري القيد صالح يدير في حم في الثكنات العسكرية طمأن الجزائريين في الشارع الآن الفرق فقط الجزائريين في بيوتهم الشنغريح راه يدير في حم اللي صالح الدستور الرئيس راه في ألمانيا مريض ذلك الوقت يمبوا تفريقة في جناب موش يقول هل في نفس الإعلام الرئاسي الجزائريين الرئيس أصيد تم اسمانا يعجب هو هو على الفراش والأطباء قايمين به شوف الغريبة مشكلة كبيرة بنصيحة من الأطباء الطباء قالوا نروح دير حجر صحي خمسي الأطباء قالوا نروح لعين النعجة والأطباء هذو بطلين لحتيدوه لعين النعجة الأطباء ناصحوه وخالونه لازم يروح يدير يدير كشف معمق نفس الإجراءات صحية كشفات صحية معمقة وقالوها قبل مع أبو تفريق أذكر لما جال هنا الجنوب فرنسا قالوا رح يدير إجراءات فحوصات طبية معمق نفس صحية نفس صحية لفت هلاش تكذبوا عن جزائريين هل هل هي الدولة التي رافع لها رافع لها الجزائريون هل الجزائريون خرجوا في 22 فبراير طالبوا بمطالب جد المؤسسة الأسكرية في ذلك الوقت تعهدت كمؤسسة ما تقولوا ليش أنه الجيد صرح اللي تعهد صح كان الجيد صرح هو رئيس العركان وكان نائب وزير الدفاع في ذلك الوقت المؤسسة التي تعهد وعندما تتعهد المؤسسة أي مسؤول يجي واصل تعهدات المؤسسة ما يجيش يبدل يبدل ويلغي كل شيء يسمى هكذا هكذا غدوة غدوة أيضا يجي رأى قائد أخر عركان جديد في بلاس الشنقري حيزين يبدل لنا الفيلم وين هي النوفمبرية وين هي هذه الشعارات التي رفعة يجي واحد واحد الغلام يقل الفوه الوزارة يقول لي ما عجبوش الحال يخرج يجي واحد يقول يقول هذا الانتخابات راح كأنه نفس الكلام كانوا يقولوا كل الانتخابات يدير هبو تفليط يقولوا راح تدخل الجزائريين الجنة نفس الأسلوب يعني ما كانش إبداع لأنه المشكلة أنه الرئيس اعتمد على نفس الأشخاص نفس الأشخاص اللي كانوا في عهد العصابة هم نفس الأشخاص ما يقدروش يفكروا خارج هذا البرمان وش يسمونه المرميط عبد الملك سلل ما يقدروش يفكروا وزير كان بالأمس مع سلل ويحي ومرت ويحي يقولها تاتا ومرت سلل يقولها تاتا وتبون يقوله والآن هو وزير الشباب والرياضة ويحب يطرد الجزائريين ومش هذا العبث هذا نحن عندما نقول هذا نحن طالبنا الجزائريين يجب أن نكون عقلا كون تنازل من كل في الأطراف نلتحم مع بعضنا جميعا ليمشوا بالجزائر إلى شاطئ الأمان المجواجة والرديكالية من الأطراف الكل والله ستؤدي إلى صدام وإذا أدت إلى صدام قد تشعر حرب أهلية والحرب الأهلية لن تكون في صالح البلاد والعباد هذا الذي قلنا ولكن أنها توصل العبث للدرجة هذه ما تصورنا ما تصورنا دستور يعني شوفوا أيها الجزائريين نقرلكم شوي يعني والله العظيم غير عبث في عبث مثلا نعطيكم أنثلة غدوة راح ندير مداخلة تكون أصلا بالمقاطع وكلها يقولك المادة مثلا نعطيكم يعني المادة 96 مثلا تقولك الفقرة الثالثة إحالة لمادتين 98 99 أعلى هذه مادة 96 من المفروض تتكلم عن المادة 98 تقولك أدناه 99 تقولك أعلى شوف المادة 110 تقولك الفقرة الثالثة إحالة للمادة 110 نفسها الفقرات 1 3 4 الفقرة الرابعة هذه غير موجودة أصرف المادة 110 في واحد البلاوي من حيث الشكل واحد التناقضات واحد الغموض واحد القض يا والله يا جزائريين هذا وزير أول عندما تقول أغلبية رئاسية يكون وزير أول وكيف تقول أغلبية أغلبية برلمانية تكون رئيس حكومة كأن الرئيس عنده حزب سياسي حتى تكون عنده أغلبية رئاسية هذه جابوها من عند فرنسا كان ديرتها لأنه دائما الرئيس عنده حزب سياسي وكانت تختلط الأمور لأنه كانت الفطرة الرئيسية سبع سنين والفطرة التشريعية خمس سنين وتأتي الفطرة الرئيسية في فطرة أخرى يكون برلمان عنده عامي وتكون في أغلبية برلمانية والرئيس يدي هو الأغلبية الرئاسية يولي هو لشكل الوزير المهم هذه الأشياء يا جماعة الخير نحن ما بهذه الطريقة تبنى البلاد وما بهذه العبث نستطيع أن نبني الدولة الجزائرية ما يمكن بهذا العبث ما يمكن بهذا العبث إخواني في الفيسبوك يبدو أن هناك سينيال أو شيء من هذا القبيل إذا فيه انقطاع الأمور ماشية جيدا على اليوتيوب انتقلوا إلى اليوتيوب ورك الله فيه إذن إخواني الكرام أن الرئيس في وضع صحي سيء هذا المؤكد الرئيس لا يمكنه الظهور ولن يظهر صورته إلا إذا تعافى إلى حد قضية التعافى الكوفيد ما عندهش علاج قضية تتعلق بمناعة الرئيس إذا كان الرئيس مناعته قوية سيهزم هذا الكوفيد إذا مناعته ضعيفة رايحية قد يأخذ الله أمنت بسبب هذا الكوفيد ما عندهش علاج العلاج دعوه رايح يركبه لتع تنفسه باش يكونوا وضحي الرئيس يعاني بعض الأمراض المزمنة قالوا لنا بأنه عنده سكري ولكنه ما يديرش لنسول ليكم بريبي وعنده يدخل كثير عنده مشكلة في الرئتين وعنده شوي ضيق تنفس وكذا في أحيانا فلذلك الناس هذن هم عرضة للهلاك بسبب كوفيد نسأل الله نسأل الله أني شفيه يعافي ما الذي يحضرونه الرئيس مريض ومريض بالكوفيد وهذا مصيب إذن من المفروض يا أخي قلت وكلا يابت من المفروض تأجيل هذا الاستفتاح إلغاءوا أجلوها سيدي إلى وقت ماذا لا رح تفجروا الجزائر بهذا لا والله رح يتفجروا الجزائر بهذا الدستور والهدف الأساسي الذي يقف خلفه هؤلاء الذين يدعمون هذا الدستور هو تفجير الجزائر لا ما هو دستور هوية جزائرية ولا هو دستور دستور يعبر على قيم الدولة الجزائرية التي أرساها بيان أول نظامبر بيان أول نظامبر هو المرجع هو دستور يجب أن يترجم في مواد هوية الدولة الجزائرية وقيمها وكل شيء وضعها بيان أول نظامبر لن تخرج من هذا لا تدخليش حتى حكاية جديدة أما قاوانين كيفاش تسير المؤسسات صلاحيات الرئاسة توازن السلطات وكذا والبرلمان والأشياء هذه ما عليش هذه تعالج ضمن رؤية يكون يحدث فيها تناقض ترى فيها تناقضات ما تقدر تصوره أهلا نعطيكم مثال مثال آخر في المادة ميتين وش تقول السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات مؤسسة مستقلة مؤسسة مستقلة في المادة مباشرة في الميتين وواحد الفقرة واحد تقول أن الرئيس يعين رئيس السلطة الوطنية وأعضاء أين الاستقلال مدام الرئيس هو اللي يعين هكيفاش تكون مستقلة تستطيع تعمل شيء لا يرضاه الرئيس رايح تكون خاض على الرئيس إذا كان الرئيس اتخذ هذه اللجنة أي شيء لا يعجب الرئيس قادر ينحيه قادر يقيل الأعضاء المادة في 92 اللي تقول رئيس الجمهورية هو الذي يعين القضاء تتناقض مع المادة 181 الفقرة واحد تقول المجلس الأعلى للقضاء يعين القضاء هيا كيفاش ربي فهمونا الرئيس اللي يعين القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء يعني واحد العبث مادة مثلا 186 واش تقول المحكمة الدستورية عفوا تتكون من 12 عضو أربع أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومنهم رئيس المحكمة كيفاش يكون رئيس المحكمة الدستورية مستقل هو يعين رئيس الجمهورية المادة 87 يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أم يدين بالإسلام كيف سيتم إثبات بأن هذا الشخص يدين بالإسلام نحن عندنا جواز لا يكتبلك فيه الديانة ولا بطاقة التعريف يكتبلك فيه الديانة ولا وثيقة تكتبها فيها لا توجدش عندنا وثيقة تقول بأن هذا مسلم ولا ما شو مسلم ويتناقل العربة يقول لهم هذا دستور للمواطنين وليس للمؤمنين ها أنت هاكي اشترط على رئيس الجمهورية أن يكون من المؤمنين كيف هاش غدوة رح تنحيها هاي المادة 94 نزيد نقول لكم الفقرة الرابعة تسند رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة وهو رئيس مجلس الأمة غير منتخب والمنطق أنه رئيس مجلس المجلس الشعب الوطني هو اللي يتولى لأنه منتخب أمر آخر لا توجد إشارة إلى جهة طبية دستورية تسند لها صلاحية إصدار شهادة الطبية بخصوص أن الرئيس إذا وقع له عارض صح ما كان هيا نفس نفس الغموض ونفس الفراغ الدستوري التي عانت منه الجزائر لما كان بوتفليق أمري هذا دستور هذا دستور كتبه في أربع ساعة كتبه من قبل وجاي ومباشرة طبع لابن يدرس نحاير في مجلس المزارع كيفاش فوته كيفاش البرلمانيين هذم هذم البرمائيين كما يسموا فيهم اللي فوته دستور كما هذا ما نقشوه لأنه لأنه هذم البرمائيين هذم مش هم نخب هذم تجار واحد تيجري تعالو خالة واحد تيجري تعالخبز واحد تيجري يخدم في الطرق واحد كذا كذا بصوار دوش في البرلمان لعندهم مستوى انت جابوا لكم دستور تقروه تقروه قراءة جيدة قراءة واقعية تقروه من ناحية الشكل هذة الأخطاء لأن هذه الأخطاء رأي بعد تولي كوارث على الجزائي انت ما تولي رحل يشعل على الأقل حتى وشكون الجهة الطبيب المخول دستوريا باش يكشف الرئيس ويقش شهادة طبية تثبت بأنه ما زال قادر يمارس مهامه ولا عاجز ما كادر يا جماعة الخير هذا الدستور هذا الدستور والله يريد كان منطقي انا كل جيت من رئيس الجمهورية بعد ما جاب لهذا الدستور نجيب شوية خبراء في القانون الدستوري خارج هذا الإطار يقرهوا لي نقولهم ديروا لي ملاحظات صريحة ديروا لي تقرير نلقاه ونشوف المستوى العربة هذا نزيش العيت وحتى يكتب لي تعبير كتابي حول فصل الرابية وزقزقط العصف روح تقرر على روحك يا ولدي خطان يا رحمة لا 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 ويمدح فيه وهذا ولد شاهيد يعني كعاد ولد شاهيد يجي يكتب الجزائريين الدستور يكون يجي الشهيد نفسه إذا كان جاب للدستور لم يكن في المستوى المطلوب ما يجي إذن أيها الجزائريون الوضع سيء المهم باختصار شديد نحوص لكم للحوصرة الكاملة الرئيس مري وضعه صحيح له غموض لكن كل المعطيات تؤكد أنه في وضع صحيح سيء ولماذا الغريبة أنه هناك غموض كبير الرئيس أيضا أصيب قبل مجلس الوزراء عنده أكثر من عشرة أيام والرئيس مريض بالكوفيد وتأكد وظهرت عليه الأعراض ظهرت عليه أعراض الكوفيد إذن ما رح يأتي الأمور ظهرت عليه الأعراض وابتشفوها وبعد أقعد الفراش صارت عنده تعرفوا تبدأ بالحمة تبدأ خلاص يفقد القدرة على الأكل يفقد القدرة على الشر الرئيس متمدد على الفراش نقلوه الألمانيا في محاولات لأنه ما عندهم ما رح يديرونه في ألمانيا على فكرة ما عندهم ما رح يديرونه في ألمانيا إذا كان الرئيس يتكلم وفي ألمانيا هيا ينتحداكم تعملونا فيديو قصير ويقول فيه هذه الجملة السلام عليكم أيها الجزائريون أنا الآن أتواجد في مستشفى بألمانيا وضعي الصحي راني أصبت بالكوفيد ولكن وضعي الصحي لا يخيف وأطمئن الجزائريين راني في مرحلة نقاها وفي مرحلة متابعة وأن حداكم جيبوا له فيديو واحد يقول هذا إذا جبتوه راكم من الصادقين من هارمه وإذا ما جبتوه لن نصدقكم في شيء فأنتم من الكاذيبين من اليوم هذا هو الوضع إذن الرئيس مريد وضع الصحي سيء السلطة الآن تسر على تمرير الدستور الجزائريين الآن راح يخافوا عندما يخافوا الجزائريين ما يذهبوش للسناديق الابتراع إذن تمشي أقلية تمشي أقلية وهذه الأقلية تنتخب بنعم وبعد ذلك تعلن نتائج بأرقام تنسج هما اللي يديروها وبعد ذلك يصدمون بخبر كبير إما يقولون الرئيس رحمة الله عليه أو يقولون لنا أن الرئيس خلاص أثبت الطب عجزه على ممارسة مهامه ولذلك ينطبقوا المادة ميوثنين وينحط يشرعوا بأن الجزائر راهي ولت شفافية ولت ديمقراطية ولت الأمور واضحة دور مباشرة المادة ميوثنين أو يقولون الجزائر تعلن عن حجر صحي شامل وأن الكوفيد هو راه تفشة في الجزائر وتعطى أرقام أخرى غير مسبوقة وخلاص ويرعبون الجزائرين راح يشتغلوا بحياتهم والدستور يمر ويطبق ما نرجع من هذه الجائحة إلا وقد انتهى موضوع الدستور ورانا راح ندخلوا موضوع الانتخابات البرلمانية وماليق هذا هو السيناريو الذي السيناريو الصحيح والسليم أنه يقولوا بأن الرئيس في وضع صحي أصيب بالكوفيد وليصيب بالكوفيد ويطعب راه تعبان هم يجيش تكلب عليها تقول لي واحد عمره 75 سنة راه أصيب بالكوفيد وراه يمارس في قدراته كل عالم ينتكذب تلنا نعرفهم شباب عمرهم 35 سنة أصيبوا بالكوفيد وأربعين سنة والله العظيم ما يقدروا حتى يتكلموا مع أهليهم هل ينتكلموا علينا السواب أنكم تقولوا بأن الرئيس أصيب بالكوفيد الآن الظروف الظروف حتى أصيب بالكوفيد ره يعاني ولكن أن الرئيس يتخذ مرسوم بإلغاء وتأجيل الاستثار هذا هو الحل الواقعي وتخلو الجزائريين يتحركوا الآن إلى مواجهة الجائحة أوروبا راه تعاني فرنسا كم شايفين كل الدول مقبلة على الجزائر مقبلة على مرحلة كبيرة وخطيرة من الوباء الوباء هذا موجد لشدواء مازل مخابر راه تعمل ولذلك راه الوضع الصحي مشيا للكارثة الجزائر لذلك هذا هو من المفروض ما يجب أن يفعل أما الإسراء على تمرير الدستور بهذه الطريقة صدقون إذا كان الرئيس عانى في الفطرة هذه من قضية لسبة المشاركة في انتخابات 12 ولا إذا زلت له الدستور راح تنتخب عليها أقلية الأغلبية رافضة وبعد ذلك تدخلون في متاهات أخرى صدقون غير جيكم حراك شعبي وحد آخر لن يكون في صالح الجزائر عبد أيها المؤسسة العسكرية ما لا أدري وأن هما الرجال اللي كانوا من حوالين القيد صالح ويخططوا واستعادوا للمؤسسة العسكرية صمعتها التاريخية وين هما هذا قصيتوهم الكل اللي طردتوه طردتوه اللي دخلتوه في الحبس دخلتوه في الحبس اللي قصيتوه اللي قلتوله روح أدي التقاعد بتاعك وقعد في دارك وقعد في دارك وجبتوا ناس خورين يفكروا المهم يعكسوا التيار حسابات شخصية مع الجيش صالح أو مع المسؤولين اللي كانوا في كانوا الفطرة الجيش هذا ره جيش الجزائر مشوا جيش شنقريحة ولا كان جيش القيد صالح رحمة الله عليه الآن الجيش هذا ره مؤسسة المؤسسة دعمت خاء طريق تماهت مع الحراك الشعبي وعدت بتحقيق المطالب في التغيير والمطالب في مكافحة الفساد ومثل هذه الأمور لوعدتها وعدت المؤسسة يموت القيد صالح مات القيد صالح ولا يموت شنقريحة ولا يموت أخرين ويجي أخرين أما أنه مات المسؤول معناها المؤسسة تتخلى مباشرة عن ما توعدت به الجزائريين هنا راه كارثة كبيرة وتكون المؤسسة خدعت الجزائريين وقالت وانقلبت على الجزائريين وفي هذه الحالة لا لوم على الجزائريين إذا عاودوا ورجعوا إلى الحراك ورجعوا للمظاهرات ورجعنا إلى هذه الدوامة لخرجنا فيها سالمين بفضل حنكة الجزائريين وحنكة حكمة المؤسسة العسكرية خرجنا منها والجزائر بعيدة على الفوضى وبعيدة على الفتن هذا هذا هو اللي يريد هنريد الجزائر تبعد على الفتن تبعد على السرعات الله ينعى الأبو هذه السلطة اللي تخليني نألهث وراها وبعد ذلك نتحمل أعباء نتعدي ماء نتعج جزائريين وما شك راك جينيراد حتى كترجع لبيتك ومدي التقاعد نتعاك تعيش ملك تعيش ملك شوف الجزائريين الآن كيفاش يترحموا على الجلسة والله أي فيديو نعمل أكثر التعليق تقول تترحم على الجلسة شوف يا حضرات حضرة الفريق شنقريحة شوف الناس كيفاش تترحم على الجلسة اعمل شيء تخلي الجزائريين يترحموا رح يجي نهار تموت انت ونموت ناو ونموت وكل يا ساعدك يا من عمل حاجة لله أولا ثم لي صالح الناس هذا من الزوالة المساكين من الجزائريين اللي يعانوا من الفقر ويعانوا من أموالهم سرقوها سرقتها عصابة متفليقة متعوا بيهم ديروا بيهم ما لا يرضي الرحمة شيء فرصة تاريخية خليها خلي الحساب يمشي خلي العقاب يمشي مؤسف 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 ما وصلنا إليه والله مؤسف وننتكلم مع أنا جزائريين ونتكمل مع جزائريين ما جيني مع ظاني نشوف هنا نجمعة المخزن المغربي مخابرات مغربية جاي هنا ويعلق روح اهتم ببلادك انت السعر اهتم ببلادك على كل حال إخواني الكرام نحن رأنا في مرحلة حاسية وأعتقد وأعتقد أن أحسن حل هو إسقاط هذا الدستور أسقط هذا الدستور إذا مررتم هذا الدستور والله أيها الجزائريون ستندمون من حيث لا ينفع المدى والله ستأتيكم ساعة قولوا يا ليتنا استمعنا لهذا كالزوالي المواطن المسكين يسموه أنور مالك وغير من الجزائريين ليطلبوكم ونقولوا أرخذ ما يخدعكم بالمضنبرية والشعارات هذه والدستور وهذا الدستور سيؤسس إلى مرحلة جديدة مكافحة الفساد وكذا كذا كذا على أه ما كملتوش مكافحة الفساد على أه خرجتو كثير من الفسدين هاتم خرجتوهم ومعلنتوش عليه كم من جنيرال كان في الحبس بتهمة الفساد في البليدة بعد ما ما تلقيت صالح خرجتوهم شي صمت قداش كم من عقيد وكم 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 رجعتوهم وخرجتوهم كم من شخص من المفروض يلحق بو يحيا وذكرت أسماءهم وطفيتوا عليهم الضوء قداش والله ما يحصل كم من ناس من المفروض تفتحوا عندهم قضايا يفتحوها لو كان مزال الأمر كما كان عليه في عهد القيد صارح لا راهم الآن في الحراش ولا في غير غلقوا عليه يعني راح تفوت لي الدستور بعد الدستور تروح تزهم الحبس هل من تكذب وش هو الفرق الدستور هذا هل أوقف الناس الناس أوقف الناس اللي يعملوا يغلوا في الحبس دخلوا قبل الدستور والناس اللي يرتكبوا في الجرائم وتدي فيهم وتحاكم فيهم إذن ما لازمش هذا الكلام ما تضحكوش على الجزائري على الجزائريين أن يسقطوا هذا الدستور أسقطوا هذا الدستور روحوا بقوة وقولوا لا لي هذا الدستور أما حكاية الآخرين يقول لك رانا لا 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 انتخابات مع العصابات وقاطعوا هذا ما حبين يمروا الدستور لأن المقاطعة تساوينا عم في الدستور إذا رحت قلت لا وروحوا بقوة وقولوا لا وكل واحد يوفق العمر اذا زوروا رقم قد جنوا على أنفسهم إذا زوروا جنوا على أنفسهم نحن الآن في وضع واحد أخر الرئيس رهامريد الرئيس رهامريد الله يشفيه الجزائر الآن راي ما عندهاش رئيس راه رئيس هامريد ما يجيش يكذبوا عليك يقول لك راهو في كامل قوة ها ها يديرنا فيديو ديرنا فيديو فيه 30 ثانية فقط حنثلنا جملة باليارك في ألمانيا وراك الدول هاي ورهول يا كذبوا عليكم يا كذبوا عليكم الرئيس رهامريد وطبعا طبيعي أن يا مرض الرئيس ولكن ما تشيش الآن تكذب على الجزائريين إذا كان أنتم كذبتوا في كذبتوا في أمر بسيط مثل هذا إصابة الرئيس بكورونا مرض الله غالد خل كورونا كورونا فيروس مرئي قد يكون في شخص قد يكون في طفل صغير قد يكون آسيدي وما تهضرش عليها على الأعراض تكشفه وما تشوفوشه وما تحامل فيروس ها يقولوا كما أنتم كذبتوا على الجزائر معناها رح تصدقوا معهم بل يروا كي الدستور كي تفوتوه الجزائر رح تتحول إلى جن والله هذا الدستور كارثة وصدقوني الدستور الأخر اللي قبله أفضل بكثير من هذا هذا ليس دستور ما بعد الحراكة الشعب هذا دستور دستور عصابة هذا دستور عصابة واحد يجي يقول لك لا نحن نحن هذا ولي أمرنا ما لازمش أي حاجة يديرها صحيحة كذا هو نهار ليقول لكم قوموني إذا أخطأ هو قالها في خطأ معناها إذا كان ولي أمرك قال لك قومني إذا أخطأت وانت ما تقوموش أنت الكذاب وأنت المخادع خلونا من هذا الكلام خلونا من هذا الكلام الغوغاء الذي لن يحقق شيئا الجزائر محتاجة محتاجة إلى رجال حقيقيين رئيس الوزراء يقول يقول تخيل الوزير الأول عبد العزيز جراد هي إطار دكتور استاذ جامعي رجل محترم على مستواه الشخصي يقول بأن الذين يقولون لا للدستور يحير رجعونها للعصابة هي الرئيس الجمهورية قال لك ننزل الدستور وفيه زوج ورقات واحدة بيضة فيها نعم وواحدة لا وعلش هبطنا الدستور هذا بنعم ولا معناها أن الرئيس حر ترجع العصابة علش ما هبطناش ورقة بيضة إلا فيها نعم وورقة سرقة فيها نعم لأخرى بالعربية والأخرى بالتمازيغ يديرها بنعم بالتمازيغ يديرها نعم بالعربية نحن ركب ما سكنوا حابين ترجعوا للعصابة أما أن الرئيس ينزل يدير مختارة أنت على دستور مشرور وينزلوا للجزائريين ويقول بأن الجزائريين هم عندهم الحق وعندهم السيادة الكاملة بيشغلوا لرفضوا هذا الدستور وجي أنت يا العرب عفوا يا 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 جران وتقول بأنه اللي رفضين مشروع الدستور حابين يرجعون للعصابة أنتوما اللي نزلتوه للشعب وانتوما للشعب اللي قلت أنتو الشعب هو السيد الشعب هو الذي يقرر يعني الشعب يقرر لا كعندما يقولنا عمرو حابين يرجع العصابة انتوما إذن درتوا مشروع حابين ترجعوا به العصاب مدام اقترحتم لا لا هذا مش هذه حملة انتخابية مش هذه حملة دستور لجمهورية جديدة اقسم بالله هذا لا يصلح هذا الدستور وهذه الحملة لا تصلح اصلا إلى مرحلة من مراحل ايحي حتى في مراحل هذه اللي فات في بوتفليقة والحملة اللي كانت تحدث احسن شوية من هذا الكرنظة عادت عابد عادت تخبط وزراء يقولوا في واحد الكلام لا لا يمكن ان يقبله عاقد شو يسمعوا لهم وزير التجارة وسيحكي نعم انتم درتوا دستور انتم كحكومة درتوا دستور حكين طبقة سياسية موالية لكم خلوا الطبقة السياسية انت كوزير وزير علش تنزل وتخطب على الجزائري اذا انت استقل الجزائر الحكومة النظام الرئيس قدم مشروع راه ماشو قدم مشروع معناها كي يرفضوه الجزائريين معناها راه خلاص راه شرعية تتنحل كلام فارغ هذا رئيس دار لجنة لجنة دارة الدستور رغم ان يقلت لكم هذا غلط ولكن معلش هو دار لجنة اللجنة هذه دارة الدستور يهبطوا الجزائريين قالوا عليه نعم يقول مرحبا بي قالوا عليه لا خلاص اذا خلي الطبقة السياسية اللي مواليها ديك هي اللي تشرح تقول لا وخلي الطبقة السياسية وخلي تقول لا خلي تشرح انت تريد شيء يصالح الجزائريين تريد شيء يجمع عليها الجزائريين ماش تريد شيء تكذبوا على الجزائريين باش تخدعوهم يفوتوا هذا وش رح ينفع البلد هذا وش رح ينفع البلد كي تروحوا تظللوا الجزائريين باش تمشي الأقلية باش تفوت المشروع هذا نوع من الاحتيال باسم الدولة هذا احتيال رسمي باسم الدولة أما الدولة الحقيقة اللي تحترم شعبها رأوا تدير مشروع وتنزلوا للشعب آه يروحوا المجال مفتوح الإعلام غطي اللي يقولوا نعم مغطي إذا كان عندك حجج صحيحة وقوية على قوة هذا الدستور ستهزم الذين الأخرى اللي يرفضوا أما إذا ما عندك شحجج لأنك خايف لأنك خايف عارف بلي البضاء عن تعك مزجات البضاء عن تعك ناقصة تافهة لذلك تخاف أنه يفضحوها ولذلك تغذب الطرف الناس اللي ينتقدوا فيها ما تسمحهمش الظهور في الإعلام وتقول لها الجزائر أسست إلى ديمقراطية جديدة شنه هذا تستطيع تضحك على الجزائري يضحك عليهم بتفريق عشرين سنة وانهار اللي خرجوا خرجت الملايين قد ضحك عليهم خمسة سنين ولكن مشكلة في النظام أي مسؤول يجي يهمه فقط يعدي فطرة يعدي الخمسة سنين اللولة بعد ذلك يشوف الأوضاع يحاول يصنع سيناريوهات باش يزيد الخمسة سنين الثانية وهي ماشي ولا واحد يفكر بطريقة أنه أني جيت رئيس جمهورية أضع لبينات لبينات قوية وأرحل يجي اللي بعد يزيد يضع لبينات أخرى جديدة بعد هكذا ثلاثة رؤساء تكون أنها الجزائر وضعت لها لبينات قوية تمشي إلى الأمم أما من غير هذا فهو كلام فارغ لا أساس له بل مختصر المفيد إخواني الكرام أشكركم على المتابعة نتمنى الشفاء العاجل للسيد الرئيس عبد المجيد تبون نتمنى أن المؤسسة والمسؤولين للناس اللي حاكمين أصحاب القرار في الجزائر أن يراجعوا سياستهم ويراجعوا مواقفهم لأن ذلك ستذر ولن تنفع أبدا نسأل الله تعالى أن يشفي كل المرضى نسأل الله تعالى أن يحمي الجزائريين من هذا الوباء الفتاد الوضع خطير على الجزائريين أن ينتبهوا لحالتهم أن يأخذوا بالإحتياطات اللازمة لا يعبثوا بصحتهم هذا الفيروس قاتل مدمر دول كبرى وعندها منظومة صحية قوية رأي ذاك شيء نحن عندنا منظومة صحية مهترئة عندنا ثقافة صحية أيضا ليست على ما يرام وضعنا الطربوي والوضع كما تعلمون تعرفوه إذن محتاج على الجزائرين أن يكونوا واعيين إذا كان رئيس الجمهورية هكذا شفتوا واش صرالوا معناها كيفاش الناس الخرين واش يصرى لهم رب يحفظكم جميعا نسأل الله تعالى أن يحميكم جميعا ونتمنى أن هذه مجرد مداخلات قد نصل بها إلى ما ينفع نسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا بالصالح العام الجزائر بلادنا ليس لنا وطن سواه وليس لكم أيها الجزائريون إلا هذه السفينة في ظل هذا الوضع المطلاطم الأمواج إذا غرقت بكم فليست لكم سفينة أخرى ولا قوارب تنجيكم بين هذا الغرق حافظوا على الجزائر حافظوا عليها بما يمكن حفاظ عليه الذي يقول لا لا يمكن أبدا أنه يكون عون ضد هذا البلد واللي حب يقول نعم يجب أن يقول نعم عن بينا ليس لعناد إلا أنه يكره أن يكره أنور مالك معناها سكارة فيها يروح يقول نعم واللي ولي يكره جهة أخرى قالت لا يقول هو نعم وإذا قالت نعم يقول هو لا هذا ليس منطق هذا منطق لا يبني دولة خليه بعقلانية أقرأ هذا الدستور جيداً ما تخلي حتى وحد يغني لك في راسك سواء بالمدحي أو الذنب الحقيقة أستمع إلى الناس ليينتقدوا في الدستور وشوف واستمع الناس لييندحوه خلينا من الوعود العسلية وستدخلوا كذا لا 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 أقرأ الدستور ناقشوا مادة مادة ناقشوا الدستور في حد ذاته أما الوعود ما بعد الدستور هذه كلها كلام فارق الدستور في محتواه يكشف ما فيه من معاني وما فيه من نوايا نسأل الله العفو والعافية شكراً لكم أحبتي الكرام ألقاكم على خير إن شاء الله في مداخلة أخرى تصبحون على خير وفي أمان الله سلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله